يمكن من أكتر نوعيات الأفلام والدراما اللي دايماً بتحقق نجاح هي الرعب بتلاقيها دايماً محققها نجاح كبير ودايماً الإرادات بتاعتها بتكون عالية جداً هنا في مصر فيه قطع كبير قوي من الجمهور بيحب النوع ده من الدراما وده اللي خلانا مؤخراً نشوف يمكن عدد كبير من الأفلام والمسلسلات القصيرة المبنية على قصص الرعب زي مثلاً فيلم الحارس فيلم جدران ومسلسلات تانية كثيرة متاخدة من أعمال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ودايماً الأعمال دي بتكون حديث الناس على السوشيال ميديا هنا بقى يجي الاختلاف لأن فيه ناس على السوشيال ميديا بينقسموا لفريقين فريق منهم بيقول برافو حلوة أوي وفريق تاني بيقول لأ يمكن مش هو ده لسه بدري شوي على ما نقدر نعمل أعمال قصصها مبنية على الرعب هو ده الموضوع اللي هنقشه النهاردة مع لميس محمد الصحفية بجريدة اليوم السابع واللي هتكون معنا دلوقتي عبر الزوم أهلاً بيك يا لميس أهلاً بيك يا بس أنت عاملة إيه؟ الأخبار يمكن أعرف من حضرتك حب أعرف من حضرتك يعني هل فعلاً نوعية الأفلام اللي هي الرعب والمسلسلات الرعب هي الأكثر نجاحاً على مستوى العالم ولا لأ؟ بصي ما نقدرش نقول إن هي الأكثر نجاحاً بس نقدر نقول إن هي ليها جمهور كبير بيستنوا الأفلام والبارتس بشغف كبير جداً والمسلسلات بنفس الطريقة خاصة إن هي بتبقى فيها أفاكتس حلوة بتبقى الستوري بتاعتها مين لي بتبقى مور انترستنج مثلاً المسلية أكثر اللي بيحبوا كمان الجنرة دي بزيء من الأفلام أو المسلسلات بيبقوا دايماً بيروحوا يعني للمواضيع الجديدة للقصص الجديدة فأكيد هي نكحة بس ما تقدرش تقول إن هي الأنجح لأنه برضو فكرة الرعب بيندرك تحتها حاجات كتيرة رعب فانتازية رعب مغامرة رعب أكشن رعب بقى عفريط وجن والحاجات دي فأنت ما تقدرش تقول إنه أنهي جنرة فيها أصلاً هي الأنجح كمان من جنرة دي هاي يمكن إحنا كمصريين ترسخ كده في ذاكرتنا فيلم الإنس والجن يعني للفنان طبعاً الكبير عاد الإمام وقعدنا بعدها كتير قوي 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 على ما قدرنا إن نحن نرجع تاني مرة تانية نعمل أفلام رعب ليه تأخرنا قوي إن إحنا نعمل الخطوة دي طبعاً بقصد الدراما العربية بشكل عام بصي ممكن كان ينقصنا الإمكانيات بتنقصنا نفسها فكرة القصة مع إن إحنا عندنا تراث كبير جداً عندنا حكاية كثيرة عندنا أساطير كثيرة عندنا حاجات كثيرة جداً بس كان بتنقصك دايماً الإمكانيات بشكل أكبر وشكل أوضح لأنه كان دايماً للمشاهد المصري أو المشاهد العربي بس المشاهد المصري تحس إنه ما ينفعش يتضحك عليه يعني ما ينفعش تقولون ده رعب بس مش الرعب اللي هو عايد يشوفه لأنه هو متابع جاد جداً للأعمال العالمية فهو بيبقى دايماً بيدور على حاجة في نفس المستوى طيب ما ينفعش يعمل له حاجة نص نفس المستوى هي بيقولك إن هي لأ هي مش حلوة يعني ممكن تكون حلوة يعني ما وراء الطبيعة مثلاً للراحل أحمد خالي التوفيق لما اتعامل مسلسل كان ناجح جداً بغض النظر طبعاً على إن كان في بعض الأخطاء أو الإسقطات اللي خاصت فيه أو كان ممكن تتعامل بطريقة أحسن كل حاجات دي بس هو نجح وكان ليه جمهور كبير جداً وكان الجمهور في وقتها كانوا يدوروا على مواسم تانية سيئة مثل مسلسلات القسائرة التانية التي تعملت نفس الخاصة أو نفس الحاجات الرعب التي تعملت فاهميني؟ فهو الفكرة أنه دايماً الإمكانيات هي التي كانت بتبقى حطاتي دايماً في حتة ليس عاربة تفرجي منها بس ليت لي أنا شايف أن إحنا بدأنا نتحرر تدريجياً من القيود اللي حوالين الإمكانيات دي فأنت بدأت تعملي حاجات تحس أنه آه ليها جمهورها والناس تبقى عايزاها مثل الفيل اللي أزرق مثلاً الفيل اللي أزرق أول ما نزلت نعمل جومنج حلو جداً لأن ده يتطلب برضو تصنيف رعب البارت التاني منه كان خلو جداً وكان ليه جمهوره فانتي باي تايم الموضوع بيتطور حقيقي طيب يعني خلينا نرصد مع حضرتك كمان يمكن أعمال تانية وكمان تم إصدارها في وقت قريب جداً عايزا أعرف رأيك فيها يعني تكلمنا عن الفيل الأزرق تكلمنا عن موراق الطبيعة رأيك في مسلسلات تانية كمان رأيك إحنا قربنا شوية ولا لسه بعيد بصي إحنا أكيد قربنا لأنه بقيت الناس أكليس مستنية الحلقات أو مستنية تعرف إيه اللي هيحصل بالأبسود الجاية كمسلسلات فانتي طول ما انت المشاهد بيدور على الحلقة الجاية هيحصل فيها إيه؟ فدي خطوة تقربت أكتر للحاجة اللي أنت عايدة توصل للحاجة لا يعني أنا لسه كنت بتابع يمكن مسلسل من قريب جداً جداً وأنا من كتر ما كنت بخاف من حلقاته بطلت أتفرج عني فأنا حسنة لخلص ما بقاش نقطع حاجة عشان نقدر نقدم أعمال بشكل كويس أنا بقول لحضرتك أنه الفترة الأخيرة كل حاجة بقت مساعدة الناس أكتر فأنا شايفة أن في الفترة الأخيرة طبعاً حصل تطور واضح بدأت تحطي رجلك على ستبس معينة بدأت تفهمي الناس محتاجة أي أكتر الشارع محتاج أي أكتر فبدأت يبقى التركيز على الحاجات اللي الشارع محتاجه أكتر فطبعاً بيوريك ستوريز وحاجات تشدك أكتر فالناس بقعز تتفرج فده طبعاً نجاح وقربنا خطوات مش خطوة كمان ما تقدرش تقولي خطوة لا هو خطوات مش خطوة طب أستاذة لميز أحسن مسلسلات ولا أفلام؟ الرعب عمتاً أحسن يتعامل مسلسل ولا فيلم؟ موسي دي بالتباند على القصة بشكل أكبر أن القصة محتاجة أي؟ محتاجة أنه يتعامل مسلسل ويبقى ليها فرشة كبيرة وحلقات أكتر ولا هي؟ حلويتها أنه موبي تتفرج عليه ساعتين ساعتين ونص لو لم يقلبك كثير قوي المبسوطة لما يطلع له كوارت جديد الإمسانية في السينما وده برضو بيعتمد أكتر على المشاهد بس أنا من وجهة نظري أن دايماً فيلم الرعب أحلى بكثير من مسلسل الرعب لأنك تريد أن تأخذ جرعة مكثفة في الأغلب مرة واحدة فطبعاً أنك ترى موبي كامل على بعضه ترى موبي حتى لو لديها أخرى تجعلك متحمسة أكتر السيريس بقيت لي لها جمهورها وليها ناسها لكن أيضاً فكرة أنك تتفرج على حلقة كل مثلاً أسبوع أو كل شيء دي ما تبقاش بتشد قد ما تتفرج على فيلم فأنت قاعدة شايفة كل جوامده وشايفة كل العوامل اللي حواليه بيجول إفاكت الحاجات دي في قوة بالذات أنه أوقات كمان المسلسل ممكن عشان مثلاً إحنا محكمين بسكت أو ثمان حلقات فيبقى فيه تطويل الناس تحسب ذهب فتبقي في لحظة ما فقدت عنصر أنه الناس دخل لها ملل فالملل بيخلي الناس مش تلطف حاجة مع المسلسل لو تكتدي تركز على عيوب وأكتر ما تركز على مميزات العمل اللي قدامهم لو هو بقى قصته حلوة جداً ممثلين أشتر حاجة أخرج أشتر حاجة فديك تبقى برضو مشكلة كل شكراً لك يا أستاذة لميز بنشكرك على طبعاً مداخلتك القيمة معنا بكده مشاهدين تكون فقرة سكوب خلصت؟